أهلا وسهلا فيكو في دورة التسويق الرياضي هذه الدورة موجهة للبيرسونال ترينرز والناس كمان اللي بيشتغلوا في النياد الرياضي مسؤولين عن تسويقه من ناحية تسويق خدمته وكمان بتفيد الناس اللي يمتلكوا النواد الرياضية حتى يسوقوا مؤسستهم تسويق صحيح أول إشي بدنا نحكي على موضوع صفات المدرب الشخصي أو أي واحد بيشتغل في النادي الرياضي بس بالأخص البريرسونال ترينرز أول صفة مهمة لازم تكون موجودة اللي هي الأبيرنس الأبيرنس يعني الشكل والمظهر زي ما إحنا كلنا بنحاول أنه نحكم على الأشخاص من مظهرهم لما بنروح نشتري مثلا بدلة بنشوف الناس اللي بيسوقوا البدلات كيف لبسين بدلات من المحل نفسه أو بنروح عند حلاق مثلا مقدم خدمة بنشوف كيف حلاقته لأنه بهمنا كتير الحلاق أنه كمان يكون هو بأعكس الخدمة اللي بقدمها أو لما نروح عند طبيب ومنشوف خدمته الطبية من احتم كتير بمظهر هذا الطبيب زي مثلا طبيب العيون منشوفه لابس نظارات منشوفه طبيب الأسنان منشوف كيف الأسنان تظهر بشكل عام نظافة الشخص هذا شكله لبسه هندامه بشكل عام طريقة حكيه جلسته كل التفاصيل هاي اللي بتأكس الأبيرنس نفس الشيء بالنسبة للبريرسونال ترينرز مهم جدا أنه تعكس يعني الإشي اللي أنت بتقدمه اللي هو الفتنس فلازم يكون الشخص اللي اللي مسؤول عن تقديم خدمة البريرسونال ترينينج للأشخاص التانيين يكون عندهم أبيرنس بعكس كل الكلام اللي بحكيه من ناحية مظهر من ناحية مش بس المظهر من ناحية شكل الجسم طبعا هذا إشي مهم بس بالإضافة لإله أي إشي بتعلق بهذا الشخص يعني إذا في عنده كرت يكون هذا الكرت نظيف إذا كان فيه دفتر وصولات مكتب كله يعكس نظافة المكتب كلها هاي بتدل على أنه هذا الشخص محترف لأنه الناس بتحكم على الإشي من المظهر النقطة التانية المهمة لازم هذا الشخص يكون عنده كرياتف تينكينج يعني من الأشياء اللي درسوها أنه الأشخاص المقدمين الخدمة لازم يكونوا يعني عندهم نوع من الكرياتيفتي مش بس الأشياء المنطقية الروتينية أو الأشياء خلينا نحكي اللي ممكن تأدي أنه منعمل الأشياء بطريقة صح بس بالنهاية ما منعمل الإشي الصح مثال عليها في واحدة من الموظفات الموجودة بميك دونالز كانت بتقدم خدمة اللي هي كانت على الكاشير أو على الفروندسك فكان مطلوب منها أنه كل واحد بيجي تسأله إذا بتحب تأكل حلو مع الوجبة تبعتك عشان نزيد مبيعات الحلو فالشخص هذا بالصدفة طلب ملك شيك وأبل باي فبتقول له هل تحب تأكل ديزيرت معه؟ بتحب تأكل ديزيرت معه؟ أو حلو؟ يعني كأنه الواحد نمطي فقط بس ببغاه بأعمل الأشياء بطريقة روتينية أبداً هو المفروض يكون عنده كرياتيف تنكينج من الأشياء اللي كمان لازم عند الشخص البرسونال ترينيج يكون موجودة اللي هو سوشال انتليجنس سوشال انتليجنس اللي هي احنا دائماً نقول أهم كثير من الايكيو يعني الايكيو اللي هو الاموشنال انتليجنس سوشال اند اموشنال انتليجنس الواحد يكون أفضل منه يكون فقط ذكي بس منقصه الذكاء العاطف والاجتماعي تشمل على أنه كيف تتحكم بعواطفك كيف تتحكم بعلاقاتك مع الآخرين يعني مثلاً تحكم بالغضب تحكم بالفرح التحكم بالحزن مش قصد التحكم بالمشاعر الطبيعية قصدت ان الواحد يمسك حاله أحياناً لما يكون وظيفته تتعلق بالبشر وتقديم خدمة للبشر يعني بشكل عام بتكون أمرات سترسفل فممكن يكون بفقد أعصابه أحياناً كمان كيف ما يوعد بإشيء عند الفرح يعني ما يوعد بإشيء يندم عليه بعدين نفس التصرف اللي احنا بنشوف عند الجوع أو عند أي حالة يعني من الفيسيولوجيكال يعني سترس كونديشنز كمان بهمنا العلاقات مع الناس كيف نبني علاقات مع الناس نكون سوشال سوشال يأكسب تبل للناس اللي منتعامل معاهم ورح نحكي عنها هاي بالتفصيل لأنه فيه إلى حدود معينة من التواصل الاجتماعي مع العملاء dependability يعني برتكن عليه إن قاله فعل إن معدت بإشيء التزم التزام بالموعيد التزام بالبرنامج التزام بالأشياء اللي بتحكي فيها ability to listen listening techniques مهم جداً إن واحد عنده يعني يكون كله أذان صاغية مش بس hearing listening مش بس سماع صغار استخدام voice والvocab اللي هي المصطلحات اللي لازم الشخص يستخدمها بطريقة صحيحة أنا كتير بشوف مدربين بقول أنا النادي تابعاً كتير رخيص إشارة لأنه سعره مناسب أو مثلاً ساعته التدريبية كتير رخيصة أبداً هذه الكلمة مش كويسة خلنستخدم vocab تكون اللائقة أكتر زي مثلاً سعر أفضل cost effective بالانجليزي بقوله economic إشي زي يعني سعر مناسب سعر منافس أما ما نحكي مثلاً رخيص ونقيس على ذلك كلمات أخرى ما تكون كلمات سوقية ما نستخدم اللهجة العامية في التواصل الشغلة الثانية بالvoice فيه ثلاث شغلات مهمة أشرنا لإلها في دورتنا التدريبية الوجاهية أنه الفويس نستخدمه بثلاث شغلات نبرة الصوت المرتفعة لما بدأ نحكي إشي إيجابي يعني خلن نحكي مثلاً نحكي عن نتاج التمرين هذا التمرين بنزل وزنة خمسة كيلو خلال أسبوع إذا كان مثلاً هاي الميزة إذا رحظتوا إن الصوت برتفع شوي والسرعة بتقل لما بنحكي إشي إيجابي لما بنحكي إشي سلبي بننزل بالسرعة يعفوا ننزل بالصوت بالدمبراتة بعد الصوت ومنزيد السرعة لإنه ما بدنا نركز على أو على الأشياء السلبية لناس بتخاف كمان بتهم الترتيب عادةً إحنا مقول ساندوش تكنيك على شكل ساندويشة يعني إيجابي وسلبي ثم إيجابي فبتكون كأنها طبقات السلبية بين طبقتين الإيجابي من الأشياء اللي إحنا كمان نازم ننتبه لها إنه بالتسويق الرياضي بشكل عام بعكس التسويق تبع البضاعة يعني إحنا مش محل من بيع الخلويات أو إحنا مش محل من بيع أجهزة طبية أو مش من محل من بيع مثلا منتجات قدائية إحنا مقدمين خدمة عشان هيك اللي دارسين ماركتنج بيعرفوا إنه فيه إشي بسموه 4Ps بهمنا كتير بس بالسيرفز بنضيف عليهم ثلاثة إضافيات مهمات خلينا نعرف شو هم هدول التلاتة عشان نقدر نتأكد إنه نمتلكهم بأي نادي إحنا مشتغل فيه مهم جدا بالنادي صحيح الأجهزة مهمة تكون نظيفة وحديثة وعددها جيد وقلنا السعر تبع الاشتراك يكون مناسب توزيع المنطقة للنادي يكون قريب أو يعني ترويج يعمل ترويج خلال الأشياء مثلا ترويج على الصفحات الإلكترونية أو السوشال ميديا أو على أي طروة سيرة تانية بس فيه ثلاثة بيز الإضافيات مهمين جدا وأهمهم بصراحة وبشكل مطلق اللي هم البيبول البيبول مقصود فيهم اللي هم الستاف الستاف يعني الموظفين الموظفين أو مقدمي الخدمة هدول أهم ناس بالخدمة لأنه زي ما حكينا الناس بتنظر لهذه الأشخاص على أساس أنهم مثال يحتذا ثقة العميل ثقة الزبون من ثقة الموظف كيف تصرفه كيف لبسه كيف شكله كيف عضلاته كيف جسمه بشكل عام كيف بتصرف كيف بيحكي على التالي فون إذا كان فيه كول سنتر كيف إذا كان فيه موظفين استقبال بالخارج فالي كل التفاصيل هاي مهمة جدا فيها البيبول لأنه السيرفز يبنى على الأشخاص بعكس لو إحنا منبيع منتج ما بهمهم من صنعه أو كيف شكل اللي صنع خلوي سامسونج أو خلوي آبل أو بهمنا المنتج نفسه هون بهمنا أكتر البيبول وهون دورتنا مهمة جدا عشان نركز على موضوع البيبول ونأهلهم الفيزيكال الفيزيكال اللي هو النادي نفسه مهم جدا كمان هاي البيسات إنه النادي يكون نضيف حمامات نضيف في موقف للسيارات مش أنا أحكى الهم للسيارة تبعتي حتى يعني لما بدلوا على النادي أتخالف أو إنه تنضرب السيارة أو يعني الفيزيكال نسميها البيبول اللي هي يعني كيف بدأ أشترك بالنادي كيف بدأ أدفع كيف طريقة الدفع كيف طريقة الاشتراكات بالعروض إذا فيه مثلا أب معين كيف يعني باخد بطاقتي كيف بطلع كل التفاصيل هاي اللي بسموها البروسيس طبعا أكيد كل ما كانت أسهل كل ما كان أفضل النقطة المهمة بالموضوع هذا إنه نجمع كل البييات مع بعض البيز كلهم حتى نتميز فيهم كلهم بس أهم واحد نرجع نقول هم البيبول طبعا اللي هم أنتوا عادة البيبول والستاف الموجودين بالنادي الفلور للسيرفوس هاي أنا دائما بركز عليها إنه نحن بالنادي منقدم خدمة رياضية خدمة الفتنس بس هاي الكور الكور اللي هي زيك أنا زهرة الكور تبعتها اللي بالوسط تيجي فيه أوراق الزهرة مهمين جدا أوراق الزهرة ما لها دخل بالكور بس مهمة جدا برضو اللي هي أربعة منهم منسميهم فاسيليتيتينج يعني بتسهل عملية تقديم الخدمة واشي يسمو انهانسينج يعني بعظم عملية الخدمة وبحسن منها طبعا الأربعة نبلش بالأربعة اللي بتسهل عملية تقديم الخدمة اللي هي أول واحدة تقديم المشورة والمعلومة هاي مهمة جدا يعني احنا دائما منقول المعلومات تكون متوفرة عن النادي عن عدد الاشتراكات الأشياء اللي تقدم بالنادي يعني المعلومات هاي سهولة الوصول للمعلومات بتحسن كتير من الخدمة هو بتسهل عفوا انه الواحد يشترك بالنادي البيمنت والبيلنج هذول المهمات يعني كيف الفوترة كيف أنا بدفع مع بعض نوادي مثلا بيقولوا مثلا بداش إلا كاش بتصعب علي كتير ليش ما أدفع مثلا على الفيزا أو على الكريدت أو على موبكاش أو على طريق الدفع مثلا تقصيد كل الأمور هاي بتسهل عملية تقديم الخدمة والاشتراك فيها اللي هي النادي بشكل عام برضو كيف نأخذ الأوردر يعني في كتير هلأ ناس بشترك على الأبس في ناس بشتغل على الويبسايت بجدد اشتراك وتلقائي أو مثلا ممكن تجديد اشتراك بكبسة معينة موجودة على الأب هاي كل ما تسهلت كل مكان أفضل من ناحية زيادة عدد الزبائن واللويالتي للزبائن اللي هي الولاء للعميل لفترة طويلة مع النادي ومع البرسول الترينر الأربع الانهانسينج اللي هي الكونسالتيشن انت تعتبر كونسالتنط للزبون كونسالتنط يعني طبعا هاي درجة عالية من الثقة احنا عادة منشك بأي واحد ببيع انه هذا بس بده يبيع هذا بس بده يبيع خدماته هذا بس بحكي ما حدا بحكي عن زيته عكر دائما ناخدها بمعنى نوع من انه لازم يكون أشطر منه أما الكونسالتنط لما تصير كونسالتنط بتصير مرجعية وثقة للزبون ايش ما قلت له برد عليك لانه بعتبرك كونسالتنط طبعا كونسالتيشن بتيجي قوتها من انك انت عندك خبرة عندك معرفة عندك مهارات عندك تاريخ ممكن رياضي معين اللي الواحد يقتنع فيه زي كيف مثلا انت بترد على طبيبك لما بقولك كيف تأخذ العلاج او لازم تأخذ العلاج لفلاني ليش ترد عليه لانه هو مش مديرك يعني من ناحية وظيفية بس بترد عليه لانه بتعتبره انه عنده خبرة عنده معرفة عنده اشي ممكن نقدم لك اياه احنا بدنا نوصل للمرحلة هاي انك سير مستشار للعميل او الزبون الاكسبشنز الاستثناءات مهمة جدا الاستثناءات احيانا كتير انا كانوا يعملوا معاي لفتات كتير رائعة بعض نوادي انه يقول لي مثلا انت مسافر طبيعة شغلك فيه مسافر كذا فهذا الاسبوع بدنا نستثني من الاشتراك يعني نمدد لك اشتراكك كمان او نجمد لك اشتراكك حتى ما اروح عليك هذا استثناء مش موجود بالقانون يعني هذا استثناء لانه يعني نوع من اشي بتقدمه لالزبون استثنائي ما بيكون قاعدة ومش ملزم فيه انت بس لفتة جيدة بتكون هوسبيتاليتي اللي هي الضيافة يعني حتى ان